السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في وصفة مريم وصفتنا اليوم هي شتاة حاجج لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجب وتفضلوا نشوفوا المقالية هنا عندي اطرف تاع الجج حسب افرد العائلة طبعا هنا عندي حبا طماطش كبيرة بس اكرفشتها مع اربع فوص سوستوم هنا عندي مغرفة صغيرة من الدرسة لهو الحار وعندي هنا مغرفة صغيرة فقط من الطماطم مصبرة هنا عندي شوف الفل كحل والملح فلفل عاكري وشوية كمون هنا نحتاجوا كده لكمية من الحميصة مشمخة وهنا شوية زيت لدتها تسخن احنا قليق بالطماطي شمعتهم كيما على بلكم مش تطحة يعني تحب تقليا نضيفه وطماطيش معا شوية درسة هذا الناس يعني اللي تحب الحار ممكن استغناء عليها نحركوا مليح نضيف شوية ما باش نضيف التوابل ونضيف الجاج اطرفتع الجاج تواعي باش نخلوهم كذلك يتقل نقلوهم تقريبا دقيقة حتى دقيقتين وهنا راح نمرقه نعطيها يعني الكمية كافية من الماء ونضيرو الحميزة بهذا الطريقة اذا هنا نغلق عليها ونخليها لمدة نص ساعة تقريبا طيب وراح تشوفو طبق طعنا جاهز كما راكم تشوفو شطيت حاجج يعني طريقة سهلة جدا للتحضير وما تاخدش وقت كبير وخاصة انها بنينة بزاف انا خلت لكم مجموعة من الوصفات نتمنى انكم تدخلوا وتروحوا تشوفوهم ولا تنسوا كذلك الاشتراك ومع سلامة